انشاء شركة تهتم بتحقيق استراتيجية الانتقال الطاقوي ومتابعة مدى تجسيد مختلف المشاريع التي تعنى بهذا المجال بهدف بلوغ 1500 ميجاوات أفاق 2035 هو ما اقترحته وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتشاور مع وزارة الطاقة شركة هذه جديدة أو شركة أخرى سواء عمومية ولا خاصة ممكن تنتج الكهرباء ينقلوها عبر شبكات النقل اللي موجودة في الجزائر اللي هي الان ملك صوني الغاز ومن بعدها ينقلوها ما هو ما اللي ينقلوها وما رحين يبيعوها يا إما الصوني الغاز يا إما دوتر كليون في تور كليون إلي جيبل سبين صح ها وبعدها الكهرباء هذيك اللي جات من المصادر متجددة تتمد لصدق وهي ياته زحاق لزبائن ولا في الصناعة ولا لأي مستهلك تجسيدا لهذه الهداف تعوير الجزائر على الكفاءة الجزائرية الناشطة في هذا المجال ناهيك عن شركاء الأجانب على غيرار الصين وألمانيا يجب أن نبدأ بالإنتاج جزائري طيب يستطيع أن نحصل على الباطر Louis وإشماع أنه يزالي بطaltetاني أو شخصي ما يكون الأمر وإشبار أيضا فالكفة نحصل على الشركاء الأجاريين تتصوير ملك صفحة الأجاريين جوانرين من خارج turmoil 18-20% نحن 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 هم الباطل من 40% من لغة يشين دمار بهذه الطريقة تكون يكون ترانسفير للتكنولوجيا انتقال في ميدان التكنولوجيا وفي نفس الوقت ننتقل مع الشركة مع الشين مع المن إقامة شركة جديدة لتطوير الطاقات المتجددة أمر تسعى من خلاله الوزارة الوصية بتجسيد مختلف المشاريع المسطرة لسيما من خلال تسهيل الحصول على الوعاءات العقارية والبحث عن أحسن أليات التمويل